مرحبا بكم يتم استخدام كاميرات المراقبة للحفاظ على النظام العام والأمن وتلك الكاميرات ترصد أحيانا بعض المشاهد الطريفة والغريبة والنادرة أيضا وذلك ما سترونه في هذه الحلقة سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم اعتقد الصارقان أنهما ذكيان لكنهما نسي أن الكاميرا موجودة تتميز الأبقار عادة بطبع هادئ لكنها قد تثير المشاكل أحيانا حين أترى عجوزا بهذا العمر فلن يخطر ببالك أنها ستقوم بسرقة بعض الأشجار يمكن أن يحمي السقف الصيارات من الثلوج ويمكن أن يحطمها أيضا دفعه الاكتئاب للجلوس وسط الطريق تعبت الدراجة من العمل فقررت المغادرة بمفردها ليست لديه علبة ملح في منزله فقرر سرقتها من المطعم ابتعد الشاب عن تلك الصندوق في الوقت المناسب لم تكن لدى السائق فكرة عن وجود حاجز تحت الماء أراد الأيل أن يحجز موعدا في صالون التجميل أفسدت الفتاة عملا دام لعدة ساعات من الغريب أن السائق لم يلاحظ وجود تلك الصخرة العملاقة شكرا ربما يجلب له تقبيل الآلة بعض الحظ الجيد ربما يكون يومه الأول في هذا العمل إذا نمت بجانب طفل صغير وشعرت بألم غير مفهوم في الصباح فهذا هو السبب شعر الركون بالأمان بجانب البشر إلى أن زار هذا الأسد الجبلي المنزل سيكون القطيع هادئا لو تمت معاملته ببعض الإنسانية هل اقتحمت الأفعى المنزل أم أنها أفعى أليفة؟ من الجيد أن الرجل استطاع الهروب قبل انهيار الجدار لم نكن نعرف أن السناجيب يمكنها تسلق الزجاج أيضا هذا ما يعانيه سكان المناطق المثلجة كل يوم تقريبا إذا كانت الأرضية مائلة فإن الصخرة الكراوية سوف تتدحرج في اتجاه واحد فقط هل لديكم تفسير لما يحدث هنا؟ اشتركوا في القناة كان بمقدورهم إخراج حاوية القمامة من الشاحنة وإعادتها إلى مكانها لكنهم فضلوا مواصلة العمل وكأن شيئا لم يحدث إذا بدأ منزلك يغرق فعليك المغادرة على الفور شعر الكلب بالملل فقرر إحداث بعض الفوضى يعيش عمال التوصيل الكثير من اللحظات الصعبة أثناء العمل واثقون أن الكلب ستتم معاقبته رد فعله يؤكد أنه بذل الكثير من الجهد للحفاظ على ذلك الكوب ألعاب الواقع الافتراضي ليست مناسبة للجميع حتى الكلاب الصغير يمكنها أن تكون مرعبة ذلك الكلب ليس ماهرا في الحفاظ على توازنه يمكن أن يقع هذا الحدث مع أي سائق ينسى استخدام المكبح اليدوي يمكن أن تكون مناسبة للحفاظ على التواصل نأمل أن يعفر عليه زملائه قبل انطلاق الشاحنة هل يعرف أحدكم إذا كانت النقطة تحتسب إذا لمست الكرة رأس اللاعب؟ قد تضحكون عند رؤية أشخاص يسقطون بسبب الجليد لكنها تجربة مؤلمة من حسن حظه أن المركبة لم تذهب بعيداً عليه سلك طريق آخر عليه اقتناء ألعاب بحجم أكبر لم يكن يعرف أن اللعب مع القطط قد يكون مؤلماً يمارس الكلب تمارينه الرياضية المفضلة أمام الشاشة ربما يبحث الدب عن مكان دافئ لقضاء الليل اشتركوا في القناة حاولت الطفلة إبعاد الكاميرا قبل سرقة بعض الحلويات لكن الكاميرا رأتها من زاوية أخرى لم يخطط الرجل جيداً لهذه المفاجأة أنقذت الكاميرا السائقة من محاولة احتيال لم يكن عليه وضع المسبح وسط الطريق عامل التوصيل غير مسؤول عن ما يحدث للطرد بعد أن يضعه أمام باب المنزل شكراً للمشاهدة هذا كل ما لدينا لليوم نراكم في حلقة أخرى جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم